يعني معانا على التليفونز من العزيز كريم أحمد المتواجد حاليا في الدوحة عشان نعرف بقى منه كل الكواليس وكل التفاصيل المتعلقة بالاستعداد البدني والنفسي للعيدة النادي الأهلي كريم صباحا خير عليك وأهلا بك في عشرة صبح وفي الأهلي براحب بك طبعا في البداية كل تحيلك زميل العزيز كريم وكل تحية أيضا كمان لكل مشاهدين وكل جمهور للنادي الأهلي وزميلة العزيزين أهواند ويمكن أجواء رائعة ومميزة جدا الحقيقة وتركيز كبير جدا لفريق النادي الأهلي في مواجهة وتحدي كديد مباراة الأهلي السوبر الأفريقي الأهلي والرجاء المغرب إن شاء الله بإذن الله بالإصرار الكبير اللي بنأكد عليه في كل مداخلاتنا وفي كل أحدثنا وعزيمة النادي الأهلي اللي بنشوفها في تدريبات وتركيزهم الكبير في فند القامة إن شاء الله بإذن الله تكون كل هذا الترتيبات والمناخ الطيبة اللي احنا عايشين فيه يكون مردوده أكبر إن شاء الله في تسعين دقيقة بنأملها تنتهي في تسعين دقيقة ما نروحش خالص لي ركلات الترجيح اللي بي فيها حظ كبير جدا لكن بشكل عام طبعا عايزة طم من كل جمهورنا اللي بيتابع لحظة بلحظة بيحاول طبعا نعرف الأكبار والكوليس الخاصة بفريق النادي الأهلي نهاردة نقدر نقول اليوم التالت لفريق النادي الأهلي طبعا هنا ولا استعدادات الخاصة بمباراة السوبر الأفريقي أول يوم طبعا كان تدريب نقدر نقول تدريب استغرق ساعتين ساعتين طبعا كان فيهم شغل كبير جدا شغل بدني وشغل تاكتيك ولكن الشغل التاكتيك هو اللي كان أكتر بالنسبة لبيتسو موسيماني يمكن انضمت طبعا كل اللاعبين طبعا القادمين من متخبنا الوطني وعلي معلول وبدر بنون وكل اللاعبين دلوقتي خلاص مع بعثة فريق النادي الأهلي لكن لسه ما تطمناش بشكل كبير جدا على حالة اللاعبين البدنية حالة اللاعبين أيضا كمال لان انت عارف المجهود كان كبير جدا ممكن يكون بعض اللاعبة عندها إجهاد ممكن يكون بعض اللاعبة بتشتكي من أي شيء فالدور كبير جدا حقيقة على الجهاز الطبي بالكامل طبيب النادي الأهلي أحمد أبو عبلة اللي ان شاء الله بإذن الله ما يبقاش في أي حاجة يعني تعوقنا وتعوق مسيرة النادي الأهلي في هذا الأمر لأن احنا محتاجين كل مجهود اللاعبة في هذا التوقيت لأداء كان رائع جدا بالنسبة لمنتخبنا الوطني تحديدا لكل المجموعة وهي مجموعة للنادي الأهلي الله بإذن الله نتطمن على كل حالة اللاعبين عايز أأكد على المتطلين مهمين جدا طبعا يمكن بدر بنون هو الانضم في البداية مع معسكر فريق النادي الأهلي علي معلول الحياة وآخر لاعب انضم اللي بعتت فريق النادي الأهلي هنا في فندو الإقامة علي معلول يمكن وصل إلى فندو الإقامة ساعة ثلاثة طبعا بتوقيت الدوحة النهاردة كل اللاعبة مش هتشارك فيها التدريبات اللي طبعا اللي شاركت فيه منتخباتها طبعا سواء بدر بنون علي معلول أيضا كل نجوم نجوم النادي الأهلي النهاردة بالنسبة لهم هم يوم فري على قد ما يكون في ريكافر ليهم وممكن بعض التدريبات البسيطة جدا في الجمع على أن يكون ان شاء الله غدا المتواجدين في التدريب بيئة الكامل كابتن محمود الخطيب الحقيقة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة ووجوده الكبير جدا ومرضوده اللي بيكون أكبر بيبتواجدش بشكل كبير لكن هي رسالة الحقيقة تواجده بيكون أمر مهم جدا دوره بيكون رائع جدا ودور مجلس الإدارة تحديدا لكن القيمة الكبيرة ما بيكون متواجدة في مباراة صعبة زي مباراة للرجاء عندها مردود كبير جدا للجمهور عندها بعض العناصر المميزة جدا فمحتاجة يكون طبعا فيه دعم وفيه تحفيز كبير جدا من مجلس الإدارة إن شاء الله بإذن الله يعني مع مرور الأيام بأكد في هذا الأمر ومع التدريبات ربنا بس يحافظ على قابة النادي الأهلي أن الحماس كبير جدا في التدريبات الكل عايز يحجز دوره وكل عايز يتواجد فيه تشكيلة النادي الأهلي في السوبر الأفريقي في حضور الجمهور العظيم جمهور النادي الأهلي شفنا جمهور المصري الحقيقة بيزين كل استادات الضوحة الحقيقة لكن نتظرين بقى جمهور النادي الأهلي يكون بكثافة كبيرة جدا في هذا الملعب ملعب أحمد بالعلي لاستابل هذه المباراة ويمكن التذاكر نفذت بالكامل يعني مجرد طرح التذاكر في ساعة أو ساعة ونصف انتهت كل التذاكر نادي الأهلي قيمته كبيرة جدا جدا هنا والجالية المصرية الحقيقة كبيرة جدا في قطر فإن شاء الله بإذن الله يكون جمهور النادي الأهلي سند كبير ودعم حقيقي كبير مع التحضيرات الفنية المميزة جدا من مستر بيتسو موسيماني والجهاز الفني اللي بيدير الحقيقة المباراة الكبيرة من خارج الخطوط ومن داخل الملعب بكل جدية الحقيقة وبرؤية كبيرة جدا وفنيات عالية فإن شاء الله بإذن الله الأمور دي كلها يكون في صلاحنا إن شاء الله